اخيرا بقى اراك في كاس العالم والله كاس العالم جميل جدا انا سعيد جدا بان الدولة قطر قدرت ان هي توصل لهزي الحالة من الجمال واخبالك ازاي الفرق طبعا امكان انا قلتلك قبل كده في البرنامج في البرازيل والارجنتين وفرنسا يعني هم دول تقريبا انجلترا معهم بردو مع الماتش اللي جاي انجلترا وفرنسا ترشح مينة كاتل لا فرنسا فرنسا مع البرازيل فرنسا بص فرنسا عندهم برضو نفس القوة الهجومية اللي عند البرازيل بص عندهم لعيب انا باعتبره برضو من بابي طبعا اه مش طبيعي واخبالك ازاي فبردو فرنسا انه واحد الهجومية عندهم عالية جدا وفي اي لحظة يجيبه جوال نفس الموضوع البرازيل عشان كده انا بقول هم الاقوى في انهم يوصلوا النهائي طبعا البرازيل لو كذبوا هيلعبوا بعض الدور قبل النهائي بالزبط ما هو البرازيل في سكة ارجنتين وفرنسا في سكة انجلترا ايوه لا ما هو انجلترا وفرنسا اما انا بقول لك حيخلاص هيقابلوا بعض هيقابلوا بعض واخبالك انما لسه الموضوع بتاع البرازيل اعتقد البرازيل اللي هتبقى في مواجهة الارجنتين في نفس الطريق بتاعها بالزبط واخبالك ازاي فهي كده على اللي احنا شايفينه الشواهد البرازيل وفرنسا وبعديهم الارجنتين تمام توقع عن مبارات اسبانيا والمغرب بكرة ايه يا رب المغرب تكسب يا رب المغرب تكسب انا على فكرة بتتكلم مع المكالمة مع كابتل ماروان زمامة زمامة اه بتقول له هيلعبوا ازاي زون ديفينس ولا اه على فكرة المغربة بيلعبوا كرة قدم اوروبية طار وانت عابب تتفرج لا كلهم محترفين وانت عابب تتفرج عليهم اه يعني تحس ان هم برضو المنتاليتي بتاع بتاع لعب الكورة الفكر بتاع ده النهاردة فريد كوريا مغلوب اربعة صفر الشوط القدم اه يلعب كورا كوريا الشوط التاني ده يعوي اربعة خمس تجوال بالزبط ان اقولت والله اللي بقولك العقلية بتاعت الناس دي كرة القدم بتاعتهم متطورة جدا يعني متطورة جدا خلينا احنا في الكورة بتاعتنا